الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم صحابي جليل أدرك أن بر الوالدين جنة في الأرض تجني ثمرها طول العمر تعلم من حديث الرسول صلوات الله عليه وسلم حين سؤل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بر الوالدين باختصار هو طريقك للجنة وضمان لرضى ربك بر الوالدين هي قصة أنت بتكتبها وأولادك بيروها ليك فأحسن كتابتها اللهم ارزقنا بر الوالدين وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا اللهم آمين راوي حديث اليوم هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو أمه المشركة إلى الإسلام وفي يوم من الأيام أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره ذهب أبو هريرة إلى الرسول وهو يبكي وطلب منه أن يدعو لأمه فدعا وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة خرج أبو هريرة مستبشرا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصرعان ما أسلمت أم أبي هريرة عاد وهو يبكي من شدة الفرح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره وطلب منه أن يدعو له لأمه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين وذكر أيضا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها والمصود هنا حج التطوع وحين علم أبو هريرة بأن للعبد المملوك المصلح أجران قال لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لودت أن أكون عبدا مملوكا قال أبو هريرة اللهم اخفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما ونحن نقول اللهم اخفر لأبي هريرة اللهم اخفر لأم أبي هريرة اللهم اجمعنا معهم في الفلدوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله سبحانه وتعالى الخلق من الأرض والسماوات والكواكب والنجوم كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي فما هو عرش الرحمن؟ ببساطة عرش الرحمن هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعلشان ندرك مدى عظمة عرش الرحمن يروي لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابع والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا في فرق بين الكرسي وعرش الرحمن الكرسي على أرجح الأراء هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى والكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة من الحديد في فلات من الأرض وفلات من الأرض هي الأرض الواسع القاحلة وبعد أن فهمنا واستوعبنا عظمة عرش الرحمن لك أن تتخيل أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه فوق عرش الرحمن إن رحمتي غلبت غضبي فلعلنا نستوعب معنا الرحمن الرحيم ولعلنا أيضا نتدبر الآية الكريمة الرحمن وعلى العرش استوى جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة يريد كلنا نعمل شير الفيديو علشان تعمل فائدة ويريد كمان لو كلنا نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة اليوتيوب ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته